نعم لكن باعتقادك ونحن في الداخل الإيراني النظام الإيراني يقول أنه أفرج عن أكثر من 80% من الذين اعتقلهم خلال الاحتجاجات ومؤسسة حقوقية في تقرير لها أمس ذكرت أن هناك 20 ألف معتقل داخل السجون وأن هناك أكثر من 70 طفل قاصر قتل في هذه المظاهرات وأكثر من 500 قتيل أيضا هذه الفتورة المرتفعة للقتل والأسرة في المظاهرات كيف تعود على النظام الإيراني يعني قضية التعامل مع الأعداد هي كما يعني مثل ما قلت لك نفس الأنظمة اللي موجودة في المنطقة العربية نفس التعامل هناك أعداد كبيرة يعني شوف قوات الأمن لما تصير مظاهرة يعتقلون أحيانا بالمئات مثلا يعتقلون ألف شخص ثم بعد ذلك هم يعلمون أن هؤلاء الألف شخص يعني ما لهم علاقة في قيادة الحركة ويقولون أطلقنا صراح 80% يعني أطلقوا صراح 800% لكن يعني راح ينكلون بالمئتين الباقين وهذا تلاعب حقيقة تلاعب بالحقائق يمارس النظام الإيراني أنه يعتقل ناس يعاقب ناس ثم لما يطلق صراحهم يكونوا متفضل عليهم وعملية قتل الأطفال أو حتى يعني الشباب هي يعني قتل المحتجين من حيث المبدأ مرفوضة تأكيد لكن موضوع أنه أنت تقول أنا أطلقت صراحهم يعني هم لم يرتكبوا جرما حتى وفق الأنظمة المرعية في إيران خروج إنسان للمطالبة بحقه أو لتعبير عن احتجاجه هذه ليس جريمة لكن المشكلة وين هو يعتقلك ويلفق لك تهمة ثم بعد ذلك يطلق صراحك ويقول أنا متفضل عليك شوف أطلقت صراحك رغم أنت مجرم في نظري وهذا أمر حقيقة يخص الإدارة الداخلية الإيرانية في التعاون مع هذه الاحتجاجات قضية أنه أنا هناك ناس يجب أن يعدموا وهناك ناس يجب أن يزجنوا وهناك ناس يجب أن يخرجوا حتى يقولوا للناس كيف الرعب والتعذيب ويطلق الأخ ترجمة نانسي قنقر